دعنا نروح ولو مؤقتا نتكلم شوي عن المنتخب وأسألك النظام إحنا إيه صحيحة نهوان إحنا إيه هكابت نهوان إيه اللي بيحصل المشكلة كلها فتن كريم المشكلة كلها أنك أنت منتخب كبير بلد اسم كبير فما بيحصل أي ضرب بتحصل مشكلة كبيرة جدا ليه؟ وده طبيعي جدا لأنك أنت منتخب كبير بلد كبيرة يعني وأكتر بلد وأكتر فريق واخد بلد أفريقيا واخد سبع مرات يعني أنت زائق زي البرازيل مثلا ما هو ده بالزبط عشان كده ما بيحصل أي ضرب وبالذات مع الفرق الصغيرة زي مثلا أسيوبيا معلش ما احترامي ديها وما احترامي لأي حد أن برضو أسيوبيا مزي مصر ما اختلفناش بس أنا عايز أعقب على تفصيلة صغيرة لو تسمح لي هو فيه فرق بين ضرب وبين هرتل فيه فرق بين ضرب وبين عك ما هو اللي احنا شايفينه المباراة المباراة حصل فيها أنك انت اتغلبت من أسيوبيا وده الطبيعي أنه ما يحصلش الطبيعي جدا بالنسبة لمنتخب مصر أنه ما تخسرش من أسيوبيا انت خسرت من السنغال وضربات جزاء حصل مشكلة كبيرة ليه برضو لأنك انت برضو لو بصيتك انت والسنغال سنغال خادت مرة واحدة بطولة أفريقيا اللي هي خادتها منك وانت واخد سبع مرات يعني فيه فرق بينك وبين السنغال معين فرق السنغال من أحسن فرقة في أفريقيا طول عمرها وده طول عمرها فرقة كويسة جدا ولا تقرب أسيوبيا مع كل الاحترام برافو عليك طبع فهي دي بس المشكلة كلها لأنه حصل مشكلة مباراة مع أسيوبيا أو المفروض يعني احنا كل دينا زعلانين ان انت خسرت مباراة زي دي ما تحصلش حتى لو حتى تعادلت هتبقى برضو فيه مشكلة أنا بقى كابتن يهاب أنا كنت أقصد أنا مبقصدش المباراة دي بعين هقدم أبقصد من أول كيروش بالمناسبة أي مرورا بكل الأحداث اللي خصلت مع كيروش انتهاءا بي تعيين كابتن يهاب جلال مرورا بي إقالة كابتن يهاب جلال وهو على مدت الطيارة متوجهة إلى كوريا أنا بتكلم على الملف ده على بعض ما هي منظوم ما بقى يا كريم منظوم تكرت القدم المصرية والعشر سنين اللي فاتت يعني لو هنجيبها باختصار لأنك أنت حصل في اتحاد الكورة كتير لجنة خماسية وبعد كده لجنة سلاسية وبعد كده اتحاد الكورة فالمشكلة كلها أن حصل في حوالي سنة كتير جدا في التغيرات فكل واحد بيجي بمنظومة أو بفكر فهي دي يعني هي دي المشكلة كلها أن بتتصب على جماهير الكورة المصرية ومنتخب مصر فهي دي بس النقطة إنما لو في استقرار في استقرار في التحاد الكورة مثلا تلات أربع سنين أو زي ما بيحصل في الانتخابات حيبقى في استقرار ويبقى في مدرب وكده إنما في اللجنة السلاسية جابوا مدرب اللجنة خماسية جابت مدرب اللجنة التحاد الكورة جاب مدرب اللي موجود دلوقتي فهي دي كلها بتنحصر في أنه يبقى في مشكلة هي دي بس المشكلة الكبيرة إنما لو في استقرار هيبقى فيه استقرار في التحدي القرى فيه استقرار في المندرب فيه استقرار في المنتقب فهي هي دي بس النقطة الجوهرية اللي هممكن نتكلم فيها. إنما فيه مشكلة فيه مشكلة إنك انت في التصفيات أفراقيا أنت هتعدي وكل حاجة ما فيه مشكلة أوكي. إنما يعني كلنا زعلانين تخسرت من أسيوم يعني ما ينفعش يا جماعة. احنا مزعلانين بس بصراحة احنا مظلومين. احنا مقهورين كمان. بالزبط كده. فيه مشكلة هي دي المشكلة. دي اللي نتكلم فيها. إيه اللي حصل عشان يحصل المشكلة في دي. ده اللي نقدر نتكلم فيه. إنما الحاجات الإدارية جوه للتحاد دي إحنا ما نقدرش نتكلم فيها. لأن دي ديها ناس معينة وناس متخصصة يتكلموا في حاجات الإدارية. إنما إحنا هنا بنتكلم في حاجات الفنية. الفنية إن فيه مشكلة. إيه هي المشكلة؟ نشوف بقى إيه المشكلة. نقدر نحط إيدنا عليها ونقدر نتكلم فيها. إنما كلنا زعلانين كلنا مقهورين كلنا ما ينفعش إن فرقة زي ما احترامي جدا لأي فرقة في العالم كلها إن فرقة تقارن بممتاحة بصر حتى لما بقيت تفوز بتفوز بصعوبة يعني مش بكلم حتى على مطشين ثلاثة الأخرانين لا ده حتى الموسم اللي فات على كل حال في مشكلة